السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا متابعين العذر الحين وقت ان نكمل المشروع اللي كنا بدينا طبعا الحين الحلقة عبارة عن كثافة سكانية بحتة لكن سمعت تعليق على الجسر هذا ما عجبني فشو بسوي بنغير الأمور في الجسر هني طامل حتى هذا بغيرها براويكم بسوي خطة يديدة والخطة هاي تقتضي انه نحن نغير الجسر كاميرا انزي خلنا نبيلنا شارع سيدة ونسوي جسر شوي يعود لحظة خلنا نشير هالتول هذا بسعى لحظة خلنا نبيل جسر من هني لين هني حلو والجسر من هني لين هني نوعا ما اه لا مش اوكي خلنا نسوي بالطريقة هاي سيدة شوفوا ومن نيب هذا الجسر بنسوي هني مجمع الطرق يعني بما انه نحن عندنا هذة المنطقة اساسية بنسوي بطريقة هاي وبنسوي خلا قولكم خلا نخطط خلا نخطط وبننزل هذا وين هني وبنسوي تقاطع هني خلو وبنسوي شي يديد شو شي يديد اول شي خلنا نعدل لوضاع اللي هني واحد اثنين اوكي ان هذا كل الوضع على الجسر هذا وبنسوي دوار هني دوار هاي وي مانا وينسار خلنا نسوينا دوارا طيب هني بحجم طيب شوفوا خلنا نسوي ثلاث سيدات دوار اكبر سيناسب الشارع اوكي اهني ليش في اشارة لحظة ولا لا اوكي اوكي هذا الدوار اللي جديد لصناعي طبعا اشتكيتوا انتم منه في الكومنتات فيها تكتب لي في الكومنت خليل ما شو كي ونبه تضبيط بيت ان شاء الله قالنا نسوي الحلقة وبنسوي احلى تطبيق وبنسوي شارع من هني لين وايد كبير من هني لين اه دي نحني نورد يكيب وايد فكلا ما في غير ما في من غير من هني لا خلي نسوي الرامب 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 هذا مخرج صغير خليكم تقريبا نفس الشي الحين الهدف انه بس سوي مخارج من داخل عبارة عن جسر صغير معنا مش عدل الصراحة احسه بعد ما ينفع خلم المدخل اللي هني وهني يكفي بس بعد ابو مدخل الشارع العام منه خلا شغل لعبه وشي ابو مدخل الشارع العام منه الطريق هذا ممكن لنا الدوار صغير مقعد افكر انا الحين افكر 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 كيف ممكن اعدل الوضع هذا ونحطيه نقدر نحطي رامب منه هني لماذا ادعنا المدخل من الشارع العام اللي هني والمخرج موجود خلاص عندما مدخل ثاني وما خرج ولي بيج المدينة من هالصوب خلي يطلع هناك حاليا لين نسوي مدينة هنا ونسوي لهم مداخل ومخارج طبعا حين بتكلم عن كثافة سكاني كثافة سكاني انا بركزها شوي هني ليش خلا شوف نطقها تجاري سكني سكني ينزيل عبا أركز المسافة التركيز السكاني وين خلنا وشي نعبي هالفراغات لأنه كبرنا الشوارع وما عبيتنا الفراغات عدل ترانيا ذكروني نزيل ليش هنا كثافة سكانية عالية لأنه نقريب المصانع ولهذا بيكون ويكون عليهم سهل ياخذون هالطريق أو نقدر نسوي هنا بعد كثافة سكانية عالية فيها مدارس كل شي بس هنا أصلا عندنا خدمات فخلنا هذا شو وخلنا نسوي جدام البيوت هاي شارع طالع من رئيسي من الشارع العام في دايركت لي وين لي البحر حلو وسوي لكم الشارع الرئيسي الثاني اللي هو طالع من هاي المنطقة بسوي شوارع فرعية صغيرة ثاني بعد شوي بس شو أبا يكون لحظة خلنا نسوي بطريقة هاي طريقة هاي وبالطريقة هاي نزيل نشوفوا بهاي الطريقة ستوا عندنا شارعين شارع رئيسي كبير الحين أبا أعبي هالمكان شوي بكثافة سكانية عالية في نفس الوقت ليش؟ دعونا نسوي بوسياك الوينسر أيوة هذا دعونا ستمشف سيكل نزيل ليش؟ لأن أصرنا هاي الشارع عب كبرى حي السغرات ستاندر مو بشي كرنيش ما في حشيش شو الكرنيش هذا التعبون نزيل الحين بنركز على الثكابل الثكابل يا حبيبي يا اليوم لا اليوم مش طبيعي أنا الكثافة السكانية العالية الكثافة السكانية نحطي بوسياك اللي قلنا الآخر مرة بزيد شوارع بسياك لخلى الناس تمشى على راحتها يعني مش انه هني نقطة كفاية هني نقطة هاي تكون كفاية اه اوكي الباركن يعني اقدر اساوي بالطريقة هاي شارع من هني نسوينا شارع من هاي الزاوية وهني ما وصول عصرا لاحظة خلنا تشوش الخدمات اللي توصل لهم الصحة ما بتوصل لها اي حد ممكن نحط على الكرنيش يوصل ل الباقين كلهم من المطقه هاي كاملة زين وبنشوف المطافي يوصل لكل حد والشرطة نفس كذلك نحطي مركز هني صغير بينك كسكم أربعمائة وخمسين كان أربعمائة وثمانين بالطريقة هاي ستوعنا كرنيش الآن خلينا نحطي لهم خدمات الماء وربعة تعرفون الماء الماء يسر الحياة الكرنيش هني تعديل ترى مش ويت صعب ليش لان نحن نحطي اساس انه هني اخلي شوي فاضي على اساس احطي المينة هني لان المينة بيكون نقطة الوصل اساسية بين هني ومن داخل بنسوي هني مرفع لان هذا المكان يمكن يكون مكان الابراج الاساسي في المستقبل انا هذا الطريقة اللي قاعد افكر فيها حاليا بس الحين لازم يوفر كثافة سكانية مع خدمات لان بدون خدمات الوضع يستوي تعبان وانتم شو لمعظم دول العالم اذا شوفونها واذا دخلتوا على مثلا لا مو بحطيها مارا هني ستوي زحمها انت لو شوفون مثلا دول عالم انتونه بشوفون على الكرنيش شو العماير دايما على البحر على الواجهة البحرية ودائما العماير الاسغر والبيوت يكونون من داخل فنحن هدفنا شكل المدينة الخارجي نوعا ما يكون ممتاز بس ما في ثيم ولا شي انا بنزل ان يغير شكل العماير حاليا فاللي ملتزم فيه تقريبا حق اللعبة اشكال اللعبة فعن بيرتفع للسهلاك التجاري الحين وعننا مكان هكا المواكن تجارية هني بنحط شوي دكاكين يمكن احطي دكاكين هني او او دكاكين ما يسوون زحمة مش زحمة ساعدوني ما يسوون حشرة ازعاج لان الدكان مشكلته يسوي ازعاج دعنا نحطي كم من عمارة عنده هذي بذل ما هم بس اللي يدخلون المدينة من هاذ مهلة تجاه يشوفون شو يشوفون دكاكين هاي الكل شي عندهم هذا واصل كل مكان وان شاء الله الموقع اليديد فنان ربييا هاي المحتاجين بس مو مشكلة هاي اللعندهم مشكلة وركرز اللي حين بينكم الناس تشتغلوا عطينا بساطة نحن هني بساطة اللي هني ما اظن يتكفيهم فلازم نحط يشكمن نقطة 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 نخليه يشل الناس اللي واقفة من هني ثلاثة أربعة خمسة من اللي هنه والناس نفسهم لازم يقول هاي النقطة أساس انهم يوصلون للصناعية وهذا الشارع ما في حد زحمة تقريبا يرجعوا من هذا الطريق يوقفون عند اللي بخلص دوام الظهر يوقف عند الدوار هذا وننزل في نص المدينة ونرجع وقفة زيادة على الكرنش أنا أظني إذا عنا وايد نقاط ووقوف ترى ان خاطئ ما راح تكون وايد عملية هتوقع هالشي خلوني نقصه شوي يعني بالطريقة هاي أحسى كفاية ما بحتاج أي شي ثاني أكثر نزيل العمائر اللي هني قاعد تبني طبعا ما عندنا هاي مشاكل بس اللي نبال حين نحن عنا نسبة تعليم شوي منخفضة لا هل نصير المدرسة اللي العبداءية شوفوا تماما منخفضة أبدا وأبدا أبدا 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 ما عندنا مكتب عاما خلا نحطي مكتب عاما مكتب عاما. لحظة عندنا شغلات زيادة نحن شارع مدارس ممم مما سبحه لومبي و هسوالف يا سلام تكنولوجيا ميوزيا مها سو يبقى منطقة تعليمية جامدة يعني ممكن نسوي حتى زين أنتو خبروني هل جزيرة في المستقبل تستوي جزيرة تعليمية ولا نسويها جزيرة سياحية لأن التعليم هنا شكل موضوع جامد في كونتر على فكرة زي خلنا نحطي مكتبة المكتبة على أغلب أباها تكون على الكورنيش فسعر المكتبات تكون مكان شوي رومانسي خلنا نحطي لهم ماي هاي هاي ما بتوصل كل مكان صح هل نحطي مكتبتين على الكورنيش هاي مكتبتين على الكورنيش اوكي بس هذا مش علي بالني لحظة خلنا نرتب اللي وباع هاي نزيد الفرشة شوي نزيد حجم الفرشة يعني شوي يكون افضل يعني لأن هاي مشكالهم والله تعبوا لكن نبلكم عليها شوي خلنا نسوي هلا ماكن شوي سيابية اكثر ايوه مو بحسن شي بس افضل افضل من الاولي افضل بكثير اهني محشي شمابة لحظة قاعد احط عشيش زيادة انا اقول له كيف اباش اللي حيش ما بازيدة اوكي الباقي اوكي الباقي ما عنا مشكلة شل ما بقع اللي اه رمل حط خلنا ان شاء الله ما علي ما علي يا ربع ما علي تحصل انها تحصل ايوه الحين استوى شوي عن عرض الطلب والسكن اموره طيبة اللي اذا حطنا شوي هني نسوي المحلات التجارية بالطريقة هاي هني لان في طلب زايد شوي عن محلات تجارية و بيكون وايد ممتاز حين هالجسر نوعن ما جيد قابل للتعديل في المسخبل لكنه مش جسر دائري كلنا هذا الدور هذا الدور بدلناه كم من مرة ما اذكر بس بدلته وايد صراحة عساس اني اقدر اضبط امورك مخيزين في المنطقة الصناعية راح تاجهني اتفكت انت طالع على المنطقة اتوي ايوه مترو هني خريبا في الوسط حتى اللي يشتغل هني يقدر يمشي لينه هناك صح خلاني حطي مواجهة الباركنات ومترو حق المنطقة الصناعية خشي مكلف وايدة عينيزل المفلوس مترو حق منطقة تجارية ومترو على الكورنيش بيسبب لهم ازعار بس مو مشكلة عند المكتبة بي يحطي فاركنات ومترو اهني شوية ابعد عن لزعاج الحين المكلف اكثر في المترو ترى لشسمة لاحظة خلال مكلف المسارة هذا مكلف اكثر من المترو نفسه شوية يمكن ما يكفينا حتى الان بالضبط الحين يبالنا كم اربعة عشر الف لسحك هاي بس اربعة عشر الف مش فاي بس احظة يبالي واحد ثاني في الوسط صح واحد مية ثلاثة اربعة يدا احطي واحد اربع باي ميو بلدنك اوكي هذا بيكون مشروع ناجح اذا احطي مكان نفسه هني هذا هذا شيء يسوي هذا يحصل الحريقة يمكن قبله بوقته شوي ويخبرهم انتم يراقبون الحرائق وزين انهم يطرشون سيارات المطافي اسرع من المعتاد يعني بس اس اوكي يعني احنا ما اعرف احطي مترو زيادة ولا ما احطي مترو زيادة لان لو احطي مترو مكانه هني بيسوي ازعاج بس في نفس الوقت احس احس انه عنمال مكان محتاج مترو الصراحة هني بيكون زين خلنا نحطي اوكي خلنا نحطي ليس لديك المال الكافي نزيل لفة المترو بتكون شوي غريبة لان ما بايتم يلف لفة كاملة لفة كاملة كل شوي فشو بسوي ابا مترو لفة لفتين ثلاثة يرجع اثنين تتسكر الطريق اوكي واللي بيصير ابعد من هذا ياخذ مترو يديد ويروح نص المدينة والمترو نفسه يرجع وبمترو يديد لنص المدينة بذيبه نفس المكان يرجع اوكي هاي ممكن اكثر شي عامل يقدر افكر فيه حاليا بس خلونا نحطي عند هذا فاركن فاركن او فاركن بالمقابل لا بيكون وايد او برضو اذا احد بي باركن يقدر يحط سيارته هني ويدخل المترو يمكن يبيروح الدوام ما ما عارف ليش عنده يمكن حدي يوصل ما ذري ليش شابه مترو عنده باركن ما عارف ما احسي شي وايد ذكي نزيل خلنا نحطي لنا مترو يمكن حدي داوم برع ويهني داوم بيكون شوي منطقي اكثر فيه ماي هي فيه ماي المترو يحن لازم يشتغل خلنا تشيك على المترو مواصلات ترانسبورت المترو هذا ترين هذا مترو مواصلات شوف تحلنا كيبل كار ها السوال وفايل امور اللي ما نبقى ترين ستيشن اه ترين ستيشن يا سلام يا سلام الحين مش فاضين للترين ستيشن شوفوا من الحين قام يجين قلنا سمعنا ممتاز ثلاث خطوط شغالين ثلاث خطوط كلها شغالة مشكلتها شوي بس في الازعاج بس بيكون اوكي هتوقع بيكون ما في عنا مشاكل في الازعاج لنا ما في الحشر الفاضي اللي هي الفاضي انا بسوي الحين ان الحين منطقة تعليمية هني مزين افكر اسوي حلقة كاملة انه اخلي هالمنطقة تعليمية عندها مواني والقطار يوقف هني بس محتاجة كثافة سكانية اعلى عند عند الجامع دحظة في خدمة انا هني لازم احطيها لانه بتسوي لازمة عالمية اذا ما حطيتها خلنا حطي عند الدكاكين ما حد درابة هني سوي حشر حق الدكاكين ما البريد هذا على فكرة اه ومال البريد عند المترو هني اوكي تقريبا ما يسوي حشر على حد خلنا نشوف ونبه مال بريد طبعا اهم شي عند الصناعية لان الصناعية هم الناس اللي تنقل والبوس اللي هو يوزع اساسا تخلي يكون جنب المدينتين بالطريقة هاي عندها ماء عندها بكهرباء هاي عندها ماء عندها بكهرباء اه يبانا كهرباء يا جماعة الخير يبانا كهرباء نبانا نحطي هاشو ما نصنع فحم ليش ما نحطي مصنع بترول كم خمسين الف خمسين الف الحين بيون لحظة فالحين بيشين ايوه قياسة والله مضبوط نزيل واب يا الكهرباء شلوا على طول الكهرباء نزيل هذا صبر هذا عقب هذا عقب نحن نرتب الامور على اساس انه نقدر نزيد كثافة سكانية كافية حق الناس تي عندنا وتي الجامعة يعني مفروض يكون عندي كثافة سكانية هني حق منو لان اهني اذا بسوي القطار اهني اذا بي بخطمه اهني بمده بالطريق او اكتر سوي القطارين اهني الصراحة هذا مال شو اقدر سوي القطارين اهني على فكرة ويسوي مواصلات من القطارين الشحن له شارع بروحه والركاب لهم شارع بروحه مباطات ومواقف وتكاسي وكل شيء فهذا راح يغطي عقب مزين اهني اقدر اصيب منطقة سكانية مكثفة بس شو ابو احسب ابو احسب فلز عجب يعني اذا اي بري شارع من اهني لين اهني بالطريقة هاي مزين وي بشارع من اهني لين هني بالطريقة هاي اقدر امد الشارع هني وخلاص وهاي اسويها منطقة سكانية شوي ابعاد عن العالم بس اوكي ليش اوكي لان هاي اللي بيقدون الغرض الحالي اللي هم الناس اللي راح تسكن في عماير نعم اوزع عليها مراضي ومشكلتهم والله مزين ومزين وبعيدين نوعا ما عن الازعاج لانه في ازعاج هني يعني في ناس قليلة راح تواجه الازعاج اللي هم هني بس مش ازعاج مكثفوا يوصل لهم صحة لا يوصل لهم مطافي هاي يوصل لهم شرطة مش امية بالامية اه اذا مش امية بالامية ممكن اسوي اوكي اوكي الان حين بيوصلوا لهم احسن مو عنا مشاكل ممكن اسوي لمفتح ثاني لش لش حاشرنهم هنا لحظة شويلهم يا بالطريقة هاي يبالله يبنون ها نحن كل شي بيوصل لهم احسن هاي قاعدة اساسية متلعمو ستي سكايراين انا ستتوصلون شغلات مربعات مشبوكة لان الامتداد يكون على الشوارع فيفرق وايد المدة مع شو مع البناء نفسه فنحن نحن قاعد نشتغل على كثافة اسكانية اذا نشتغل على كثافة اسكانية لازم نحسب ان كل الخدمات توصل للجماعة بعد المهم ان نوصل لهم خدمات كاملة خلنا نشوف البنو عدل طبعا التعليم في عينها بس المفروض الحلقية ان شاء الله نحاول نسوي مواصلات ومكان منطقة تعليمية كاملة هني مختصة بس المنطقة تعليمية شي يشملها خلنا نشوفوا ياكم يشملها اللي هو هذا غيره اوكي هاي النشاطات اللي هي شو بس الرياضية اوكي وهاي شو متاحف وهاي فاكس فاكرتي ما عرف شو يسوي هذا اوكي هذا التخصصات يعني جامعة خصوصية هذا جامعة فن شي محتاج اني اوصل ال 11000 وهني محتاج اوصل ال 22000 كامبوس اريا يعني اذا انا عندي مشكلة الكمبوس اروم استعمل على حسب كم عدد السكان عندي فمن الافضل اني احاول اني اغطي فالفراغات امور دراسية هني نفسها بيكون افضل للناس وهني مو عندهم شي خير شرط طبعا اكيد مو عندهم شي مو عندي فلوس اصلا بس مش خضية هاي الفلوس مش خضية الخضية الحالية اني اذا بحطي اي كثافة سكانية هني لازم تكون متصلة بشكل مباشر منو خلي حطي لهم مدرسة ابتدائية انا قاهر من شوي الموضوع ترى هني كان مونا في شي صح ثانوية واصل كل مكان جامعة مو عندنا اصلا بس ممكن نحطي جامعة هني على فكرة اذا نقدر نحطي جامعة هني بالطريقة هاي اللي هي خمس سبعين الف ممكن نسوي وايد بس اذا بس بسوي منطقة جامعية هني لازم اشتغل على الكثافة السكانية هني لين هني كامل اذا اني بسوي مينة وما يسجر اساسي من الدوار هذا لمينة قوله تقريبا بيكون المينة خلنا حطي لكم مخطوط اذا سيكون تكون فكرة عامة اذا بسوي مينة بيكون من مينة من هني لين على سبيل المثال لحظة هذا انا مضايقني اصلا من نص من امس وساكت عليه فالحين يقام يضايقني بزيادة فانا وقت التعديل شوي نعم محطي اخدت هنطي قلني من خلنا شوف الأهين بنسوي بالطريقة هاي مدينة كاملة والمينة اذا راح اي مكان راح يكون بالطريقة هاي بعدان الشارع راح يصار حق المينة والمنطقة اللي هي نحن نباهها حق الطلاب راح تكون ضمن هذا النطاق بشكل عام يعني تكون ضمن هذا النطاق هذا النطاق من هني لين على البحر شكرا كونكوراتوليشن صفاء عني فويهي لست انا خفت الصراحة نزيل يبالنا تعديل عام على المزارة حقب نزيل ونسوي هني مينة طبعا مينة هذا شيء مستقبلي وايد لنا قلنا كم واحد يبالنا نحن عسلت لنا نفتح يبالنا 22001 مع المدارس فبنش خلنا نشتغل شو على كثافة هني سكاني شو رأيكم نا هني اذا اوصلهم في بعض مش مشروع سهل الصراحة لعبا خلنا نشوف اقدر اوصل هاي النكتة في هاي النكتة بسهولة ولا صعب لا اقدر نايس نايس معنا اقدر اخذ شارع صغير وسوي بالطريقة هاي والسلام عليكم ورحمة الله الطريقة هاي مربعات هذا راح يوصل نعم وصل نايس نحطي لهم هني بيوت اكثر بيوت تكون مسكوكة في العالم طبعا بيكون هنا في خدمات وايد حق البواخر وغيره بس الحين من باب برفع اول شي عدد سكان وثاني شي من سهولة تدوامهم وعملهم يعني هاي السهل عليهم يطلعون ويروحون الصناعية او برع او اي مكان ولا تنسونا ان هاي الاذا في كثافة عالية هني نحن راح يكون عندنا هني شو محطة قطارات يعني في المستقبل ممكن المطار يكون وين فهاي المناطق هني ما يكون سيدة في المدينة تكون مدينة وايد مضغوطة للمدينة اللي قاعدين نسويها مش نفس الاول ناخذ مسافات طويلة لا انا قاعد اشتغل على مدينة مضغوطة وايد المهم اموره طيب المهم هذا خلال نعطيكم نهاية شو نهاية الكثافة السكانية عماير المهم هذي نهاية حلقة اليوم سنشتغل شوي شوي على الكثافة السكانية ان شاء الله وفي الحلقة اليهاي ببدأ اشتغل على المنطقة التعليمية لان حتى المنطقة التعليمية بحذ ذاته يبالها شغل ويد ترى على فكرة مش شوية شغل المهم مشكورين على متابعة الحلقة ولا تنسوا طبعا اعمل تلسلة بشير لايك وسبسكرايب ومشكوري نحكي الواحد سأل عنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.